موسيقى يوجد في فلسطين 17 حرفة تقليدية حسب إحصاءات وزارة الاقتصاد الفلسطينية سنة 2006 منها صناعة خشب الزيتون، صناعة الخزف والصدف، وصناعة القشيات والبوس، وذلك حسب تصنيف وزارة الاقتصاد الفلسطينية موسيقى في فلسطين تعبر هذه الصناعات عن تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني حيث أنها تجسد وجوده على أرضه عبر حضارات متواصلة وتشكل مصدراً حقيقياً لتنمية الدخل الوطني إذا ما تم استغلالها وتطويرها بالشكل المطلوب تواجه هذه الصناعات تهديدات حقيقية بالاندثار، ما لم تتظافر الجهود لحمايتها، وهو جزء من حماية الإرث الحضاري الفلسطيني الطين هو أحد أكثر المواد الخام المستخدمة في صناعة الفخار والخزف والسيراميك والبورسلان، ولكن طريقة تصنيع هذه المنتجات تختلف فيما بينها الخزف التقليدي يتكون من ثلاثة مكونات أساسية، الطين والسيلكاليكواردز والفلسبار استخدامات الخزف عديدة، حيث تدخل صناعة الخزف في تصنيع المزهريات الجميلة وأطباق الطعام والتماثيل وغيرها من العناصر الزخرفية تحتل صناعة الخزف المرتبة الثانية من بين 17 حرفة تقليدية في فلسطين وأبرز ما يميز هذه الحرفة أنها وثيقة الصلة بتراث الفلسطينيين وتاريخهم الإسلامي والمسيحي أشكال منتجات الخزف الفلسطيني تتمثل في صناعة المرايا والكؤوس والصواني والبلاط وفناجين القهوة والمزهريات والدروع وغيرها وغالبيتها تحمل رسوماً أو عبارات تكتب حسب الطلب وصلت منتجات الخزف الفلسطيني أسواقاً أوروبية وأمريكية وكندية وخليجية وعربية حيث يتم تسويق ثلاثين بالمئة من إنتاج الخزف محلياً وثلاثين بالمئة منه يصدر إلى الداخل المحتل وعشرين بالمئة يسوق في الدول العربية خاصة الأردن أما الباقي وهو ما يشكل عشرين بالمئة فيصدر إلى أوروبا وأمريكا تواجه صناعة الخزف تحديات جمات تهددها بالاندثار وأهمها ارتباطها بقطاع السياحة المرتبط بالأوضاع السياسية والأمنية في فلسطين وما تشهده من إغلاقات متكررة من قبل سلطات الاحتلال والمعويقات الضريبية والإدارية التي تعيق فرص وإمكانيات تسويق منتجات هذه الصناعة إلى جانب تكاليف إنتاج المواد الخام محليا التي تعتبر باهظة بالمقارنة مع تكلفة استيرادها من الخارج هذه التحديات أدت إلى اندثار هذه الصناعة بشكل تدريجي وتقلصت الصناعة بنسبة ثلاثين بالمئة صناعة الزجاج اليدوي في فلسطين متواجدة منذ القدم وذلك عبر الحضارات القديمة التي قامت على أراضيها وتطورت على مر التاريخ تستخدم تقنيات يدوية في صناعة الزجاج اليدوي والمواد الخام المستخدمة في هذه الصناعة حاليا يتم الحصول عليها من مخلفات الزجاج وزجاجات المياه الغازية الفارغة أو من تجار الزجاج أهم ما تنتجه صناعة الزجاج اليدوي كؤوس وأكرات وفوانيس وأباريق ومزهريات بأشكال وألوان مختلفة تتوزع منتجات الزجاج اليدوي بواقع سبعين في المئة تسوق إلى الداخل المحتل وعشرين في المئة تسوق في أوروبا أما عشر بالمئة فتسوق في الدول العربية وبشكل أساسي في الأردن تواجه صناعة الزجاج اليدوي اليوم خطر الاندثار بسبب أن هذه الصناعة يغلب عليها النمط العائلي وعزوف الأبناء عن الاستمرار في هذه المهنة لما فيها من مشقة العمل أمام الأفران وحاجتها إلى مهارات عالية وإلى الروح الإبداعية والفنية في تشكيل الزجاج وأيضا نقص الدعم الكافي لتطويرها والحفاظ عليها ولسيما في مجالات السياحة والاقتصاد والصناعة تعتبر صناعة الفخار الأولى والأكثر قدما في فلسطين ويتم إنتاج العديد من المنتجات الفخارية مثل القوارير وأخرى للطبخ مثل الفخارة وهناك بعض الأواني المشهورة لحفظ الماء البارد في داخلها صيفا كالزير وعشرات الأشكال الأخرى المستخدمة للزينة وحفظ الورود وعرضها تشهد صناعة الفخار الفلسطيني تراجعا ملحوظا وتكاد تندثر تدريجيا بسبب تدني مستوى السياحة ووعي المجتمع بأهمية هذه الصناعة ومنتجاتها وعدم التمكن من تسويق الأواني الفخارية داخليا وخارجيا إضافة إلى تطور الأدوات المنزلية وتحولها من المواد الفخارية إلى المواد المصنوعة من اللدائن والزجاج وغير ذلك إن عملية تصدير هذا النوع من البضائع مكلفة وصعبة والإقبال قليل بسبب غزو الأسواق الفلسطينية والعربية من المنتجات الفخارية المستوردة والبديلة والطريقة الأولية التي لا يزال الفخار يصنع من خلالها الأمر الذي يزيد من كلفته وتسويق إنتاجه صناعة القشيات تنتج الصينية وهي عبارة عن طبق منسوج من قش القمح وقد يصبغ القش بعدة ألوان وأحيانا يصنع من خليط من القش الطبيعي والخيوط البلاستيكية الملونة ويستخدم لتقديم الطعام وللزينة الجونة وهي وعاء عميق من سوج من قش القمح في أطواف دائرية مطرابطة تتسع بالاتجاه إلى الأعلى وكانت تستعمل لأغراض عديدة كحفظ الخبز ولوضع الثمار بها كثمار البندورة والخضروات وكان البعض يستعملونها سريراً للمولود الجديد وكذلك للسلال وأصوان القش البيتية والتجارية الكبيرة والصغيرة والتحف والهدايا الفنية الأيد العامل الرئيسي في هذه الصناعة هنا النساء اللواتي يحترفن هذه المهنة وتشكل صناعة القش دخلاً وفيراً للنسوة ويساعد ذلك في تعزيز الاقتصاد المنزلي وتخفيف من حدة الفقر وهناك طلب متزايد عليها خاصة من قبل محلات التحف والهدايا وكذلك من قبل بعض المزارعين ميسوري الحال تواجه صناعة القش صعوبات جمة لا ترتبط فقط بالأثار الجسدية الناجمة عن الجلوس المتواصل والتركيز ودقة العمل بل على المستوى الاقتصادي من ناحية ارتفاع أسعار المواد الخام وأقلة توافرها فالصبغات الموجودة على سبيل المثال مرتفعة السعر ولا تفي بالغرض المطلوب إضافة إلى قلة توافر أنواع القش وثمنها المرتفع وذلك بسبب تراجع زراعة المحاصيل المستخرجة في تصنيعها البوص أو القصب نبات معمر يستخدم في صناعته وهي حرفة يدوية وصناعة قديمة وتشكل مصدر دخل لا بأس به لكثير من العائلات وهي تحتاج إلى الجهد الذي يتمثل بجلب القصب من الوادي وجمعه وقصه وجدله ليتحول إلى سلال بأحجام متعددة وأواني منزلية وتحف وحديثاً تطورت الحرفة لتدخل في صناعة مظلات وجدران الحدائق وعرائش المنازل أهم منتجات القصب تاريخياً هي سلة القش وهي عبارة عن وعاء عميق مختلف الأشكال والأحجام منسوج من القصب وكانت تستخدم لحفظ الأغراض وحملها ولوضع ثمار التين وعناقيد العنب بها وغيرها من المنتجات الزراعية المحلية عند قطفها تستخدم في هذه الصناعة أخشاب شجر الزيتون المباركة والمتوفرة بكثرة في فلسطين تعتبر هذه الصناعة من أقدم الصناعات التقليدية في فلسطين ووصلت إليها مع فناني الحملات الصليبية تواجه صناعة خشب الزيتون العديد من التحديات التي تهدد وجودها وتتلخص في استغلال بعض المكاتب السياحية وفرضها لعمولة مقابل مرور أي فوج سياحي من المعرض كذلك دخول البضائع المستوردة الشبيهة المصنوعة من مواد أخرى بأسعار راخيصة مقارنة بخشب الزيتون بالإضافة إلى التكاليف التي تفرضها الجهات الرسمية عليها منها التراخيص والرسوم والضرائب والأوضاع السياسية المحيطة ومعيقات الاحتلال التي تتمثل بالتحكم بعدد السياح وحركتهم وقدرتهم على الدخول إلى فلسطين ناهيك عن الحواجز العسكرية نظراً لتراجع قطاع الصناعات التراثية يبرز دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والأهلي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مجال الصناعات وخاصة تلك المهددة بالاندثار في فلسطين لأنها قابلة لإعادة التدوير لأكثر من مرة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة تتناسب مع الاحتياجات المتجددة للإنسان يعني هو وظيفة الحكومة في هذا الأساس هو توحيد جهود لأنه فيها عندنا مشكلة أنا أعتقد في فلسطين وهي يعني بعثرة الجهود المهتمة في أي موضوع ما ومنها هذا الموضوع فهذا الموضوع يتقاطع مع أكثر من جهة حكومية ومن جهة أهلية ومن جهات شبه حكومية من وزارات ومن مجالس إبداع ومن جمعيات مختصة ومهتمة بهذا الجانب فلذلك دور الحكومة هو أن توحد وتنظم هذا القطاع من هذه الناحية ومن ناحية اعتماد التشريعات والأنظمة التي تساعد على حماية وعلى ازدهار مثل هذه الصناعات والأخذ بها إلى الأمام ترجمة نانسي قنقر